واسأل سؤال لكل مشاهد كل واحد بيتفرج عليها دلوقتي انا بسأله السؤال ده يجاوب حديك فرصة خمس ثواني تجاوب ما جاوبتش هجاوبك انا ايه اخطر حاجة في ديننا جاوبته اخطر حاجة في ديننا ايه الدين الاسلامي نزل في حاجة خطر جدا جدا ما حدش داري النية النية اخطر حاجة في ديننا الرسول عليه الصلاة والسلام توفى الى رحمة الله عليه الصلاة والسلام يوم اتنين ليه يوم الجمعة مين اللي حيخطب الجمعة مين اللي حيخطب الجمعة مين عنده الجرأة ان يقف على منبر محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم تنحوا القوي الوحيد اللي كان فيهم قوي جسدا وعقلا وقلبا كان سيدنا عمر سيدنا عمر ما كان يقعد في المسجد يفتكره واقف كان يركب الحصان من غير ما يحطه رجله في الركاب يركب كده على دار الحصان على طول قوي جدا طلع الخطبة قصيرة جدا ما كانش فيه زمن ما كانش فيه ساعات كانوا بيحسبوا الزمن بالآيات فقال خطبة عشر آيات يعني ما يطلعش اربع دقائم قال ايه لقد قال محمد ابن عبد الله حديث هو ثلثين دين تخيلوا اخونا حديث واحد للرسول هو تلتين دين تلتين دينه هو الحديث رقم واحد في صحيح البخاري الحديث اللي مش عن 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 خالص عن عمر بس لانه عمر اتحط مش ضروري واحد يأكد عليه لا دا سيدنا عمر لقاله وعمر انتو عارفين عمر وما ادراك مع عمر اقرى بس سيرة عمر اقرى العقات كاتب ايه عن عمر قال ايه الحديث قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان تجرته الى الله ورسوله الحديث طب احنا دلوقتي سنة الفين ثلاثة وعشرين تعالى نفسر الحديث بطريقة تخش مخ الولاد والشباب والكبار بالفين ثلاثة وعشرين انما الاعمال بالنيات يبقى في كم حاجة حاجتين يلا نعمل تبديل وتوافيع كلنا اخدناها في سنوي تبديل وتوافيع عمل صالح بنية صالحة ادي العمل ودي من ايه عمل صالح بنية فزة ادي العمل ودي من ايه عمل فاسد بنية صالحة ادي العمل ودي من ايه عمل فاسد بنية فزة دول الاربع مالهمش خامس اي عمل في الدنيا تحت حاجة من الاربع دول عمل صالح بنية صالح كان عندي واحد في العيادة يقولي انا راح احج السنة دي كان من ثلاث سنين كده دولي يا بختك حشوفك هناك خلي بالك انا في المعسكر الفلاني في ميناء تعالي عشان انا بقى سلم عليك قال ليه لا لم تفاهم غلط انا مرشح نفسي وعايز ابقى الحج محمد مش محمد العمل صالح حتش قدر يتكلم عن الحج لكن النية فاسدة عمل فاسد بنية صالح انا مرة كان واحد طالع من المجاري داخل المسجد فخبطته في كتره قطل له راح اتطهر وبعد نخش المسجد